موسيقى مساء الخير وأصبح للثورة السورية رئيس ثالث قبل أن تحكم ولاية جورج صبرى تخلف عهد غليون سيدة الرئاسة مؤمنة لكن الوحدة بعد وما زالت المفاوضات في دوحتهم عامرة أول طروح صبرى السلاح بالثلاثة لوقف حمام الدم في سوريا وفي التصريح الواحد أول التناقضات إذ إن الدم يسيل بالسلاح لا بشيء آخر عدى أن المعارضة السورية لم تقدم كشف حسابها عن الأشهر التسعة عشر الماضية فماذا فعلت بكل هذا السلاح المتدفق وكيف حررت الشعب من نظام الأسد وهل ينقص هذا الشعب مزيد من القتل سواء على أيدي المعارضة أم النظام فسوريا حكما ليست أمام معارضات نظيفة وما بين أيدي المسلحين قد يكفي لإطالة أمد الأزمة وبشهادة صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية فإن المقاتلين الثوار في سوريا يخسرون دعما مهما من عامة السوريين ويزداد شعور الناس بالإشمئزاز من أفعال بعض الثوار التي تشمل مهمات سيئة التخطيط ودمارا بلا معنى وسلوكا إجراميا وقتل سجناء بدم بارد تخرج شخصيات في المعارضة لتعلن النزوح بعشرات الألاف وأن عدد اللاجئين بلغ أربعمائة ألف لكن ماذا تنتظر المعارضة السورية عندما تعلن أسبوع الزحف على دمشق مثلا وعندما يتبنى مسلحون التفجيرات والسيارات المفخخة وحتى لا يساء الفهم فإن النظام السوري لن يكون أرحم عندما يهدم المباني عن بكرة ساكنيها وفي حالات الاعتقال على الشبهة السياسية والثقافية والموت تعذيبا فلدى طرفي النزاع السلاح هو لقتل الناس ودفعهم إلى النزوح ولي ينبلج عنه أي حل ينهي الأزمة السورية في لبنان الأزمات لا تطير حكومات ومع كل ملف سائل يسيل لعاب المعارضة على قرب سقوط ميقاتي الذي يدير الأذن الصماء وينقب مع رئيس مجلس النواب عن كل ما يحيي الحكومة سواء في التعيينات الغزيرة أو في استخراج النفط من فم الحوت أو عبر الزيارات الرسمية التي تبقيه على قيد الحكم وبينها زيارة فرنسا هذا الشهر والرزق المعارض في هذه الأيام هو ملف الدواء لكونه سلاحا يستعمل ضد حزب الله وشقيق الوزير محمد فنيش لكن الفضيلة لن تكون للمعارضة لأن وزير الصحة أحال ملف التزوير مع المضبوطات على القضاء وتسلمته هيئة القضايا في وزارة العدل بتاريخ الثاني عشر من تشرين الأول الماضي وللملف رقم وإضبارة وما أقدم عليه وزير الصحة جاء كانتفاضة على أهل بيته السياسي التي لم يكن أي تشكيل سياسي آخر يجرؤ عليها لو أنها حدثت في ملعبه وعلى القضاء اليوم أن يستكمل مسار علي حسن خليل ويطالب باسترداد المدعو محمود فنيش لمحاكمته ويفتح ملف التلاعب والشركات المستوردة وما في الدواء التي تحيا مع كل حكم فلا الوزير الآدم محمد فنيش يحمل وزر أخيه ولا وزير الصحة يرمى بسهام النقد لأنه اكتشف فضيحة الدواء ومكن القضاء من خيوطها بما يستحق عليه الوسام لا الاتهام ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات النظامية السورية أحرزت تقدما في الأيام الماضية على الطريق السريعة المؤدية إلى مدينة معرة النعمان السراتيجية في شمال غربي البلاد واستعادت عددا من القرى الواقع إلى شرق هذه الطريق من جهة أخرى وغدا تنتخابه رئيسا للمجلس الوطني السوري طالب جورج صبرى بتسليح المعارضة والعمل لتوحيدها واصلت المعارضة السورية اجتماعاتها في الدوحة للبحث في تشكيل سياسي جديد يوحد صفوفها على أساس مبادرة يتحفظ عنها المجلس الوطني السوري الذي سيقدم طرحا جديدا ينص على تأليف حكومة موقتة وتنص وثقة المجلس على إنشاء أربعة أجسام هي الحكومة الموقتة وصندوق دعم الشعب السوري مع دعوة أصدقاء الشعب السوري إلى تقديم الدعم له من دون تأخير والقيادة المشتركة للقيادة العسكرية من الداخل ولجنة قضائية سورية ويريد المجلس حكومة سورية موقتة إلى حين انعقاد مؤتمر عام في سوريا يتولى تأليف الحكومة الانتقالية في انتظار سقوط نظام الرئيس بشار الأسد أولا نحن بحاجة إلى سلاح للدفاع عن أنفسنا لماذا يستطيع النظام الحصول على السلاح من روسيا وإيران لقتل الشعب والضحايا لا يمكنهم انقاذ أنفسهم وكان المجلس المجتمع في العاصمة القطرية قد انتخب بالأمس رئيسا له هو اليساري السابق جورج سبرا كواجهة علمانية لمجلس سيطر عليه الإخوان المسلمون بعد حصولهم على 23 عضوا من أصل 41 في الأمانة العامة للمجلس في غياب نسوي واضح طلعنا على المبادرة التي طرحوها نحن أيضا لدينا وجهة نظر ولدينا أيضا أفكار يمكن أن نطرحها ولكننا نتمتع بالجدية الكافية باتجاه كما قلنا إن وحدة المعارضة شيء مركزي لدينا لكن نريد أن نبنيها على أرض صلبة صدر بيان لجانة نسيق المحلية بالانسحاب من المجلس الوطني لكن صدر بيان آخر من جزء آخر من لجانة نسيق المحلية وخاصة المتواجدين في المجلس الوطني ممثلين لجانة نسيق المحلية الموجودين في هيئات المجلس ينفون ذلك يبدو أن لجانة نسيق تواجه مشكلة داخلية نتمنى أن يتغلبوا عليها قريبا وأمل السوريون النازحون أن يوحد انتخابوا صبرا الصفوف نحن متأمل كل خير من أستاذ جورج صبرا ومنتفائل ولازم ياخد دروس من اللي قبله أنه لازم توحيد الصف توحيد المعارضة نحن بهمنا أكتر شيء الشعب السوري عاب يتدبح وسوريا عاب تتدمر خلي يتفقوا في بعضهم خلي يتوحد الصف هذا اللي بهمنا هلأ نتمنى من جورج صبرا يوحد صفوف العالم اللي كل عمرهم مختلفين وما عاب يتفقوا على شيء بالنسبة لسوريا والوضع السوري نحن مأساتنا كبيرة كتير ميدانيا انفجرت عبوة ناسفة في حي الزاهرة الجديدة جنوبية دمشق فيما تستمر الاشتباكات المسلحة بين الجيش السوري والمعارضين المسلحين في حي التضامن المجاور لمكان التفجير وذلك بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان وكالة سانا من جهتها أشارت إلى تفجير سيارة مفخخة عند مدخل حي دف الشوك أيضا في دمشق ما أسفر عن وقوع ثلاث إصابات وكانت ثلاثة تفجيرات بينها عمليتان انتحاريتان قد وقعت صباحا في مدينة درعا جنوبية سوريا واستهدفت بحسب المرصد السوري مراكز عسكرية وتسببت بمقتل عشرين عنصرا من قوات النظام على الأقل إلا أن سانا نفت الخبر مؤكدة أن التفجيرات نتجة عن سيارات مفخخة وأنها وقعت قرب أبنية سكانية ومؤسسات مالية ومصرفية مشيرة إلى وقوع سبعة قتل بين المواطنين إضافة إلى أضرار مادية كبيرة من هو جورج صبرى رئيس المجلس الوطني السوري الجديد؟ جورج صبرى رئيس المجلس الوطني السوري الجديد مسيحي يبلغ من العمر خمسة وستين عاما شيوعي سابق يعمل مدرسا ولد في مدينة قطنة بمحافظة ريف دمشق ودرس الابتدائية والإعدادية في مدارسها وتخرج من دار المعلمين في دمشق عام سبعة وستين في عام واحد وسبعين نال شهادة في الأداب قسم الجغرافيا من جامعة دمشق وهو خبير بتقنيات أنظمة التعليم والتلفزيون التربوي من جامعة إنديانا الأمريكية انتسب صبرى إلى الحزب الشيوعي السوري المكتب السياسي عام سبعين وكان في عداد الذين تولوا مسئولية العمل الحزبي وقيادته إثر الهجمة الأمنية على الحزب وحملة الاعتقالات الكبيرة التي تعرض لها عام ثمانين وتعرض الملاحقة في حملة أمنية على الحزب عام أربعة وثمانين فتوارع عن الأنظار ثلاث سنوات أمضاها داخل البلاد انتخب عضوا في اللجنة المركزية للحزب عام خمسة وثمانين ليعتقل عام سبعة وثمانين وتحكم عليه محكمة أمن الدولة العليا بالسجن ثمانية سنوات بسبب نشاطه السياسي أمضاها في سجن سيدنايا العسكري وأطلق صراحه عام خمسة وتسعين بعد انقضاء مدة الحكم مع بدء ثورة السورية وقف جورج صبر إلى جانب الشباب السوري بقوة وحاول دائما ترضى الطابعة الطائفي عن الثورة والثوار وربما كانت مسيحيته سببا في اختياره رئيسا للمجلس الوطني في ظل تنامي الممارسات الطائفية لدى الجماعات المنضوية في المعارضة السورية المسلحة نحن نأمل أن تجري في بلدنا انتخابات ديمقراطية تعددية يتاح لكل المواطنين على اختلاف انتماءاتهم القومية والدينية والطبقية والطائفية أن يشاركوا على قدم المساواة بحرية ويبنوا وطنا سوريا الجديدة الذي دفع السوريون ثمنها عشرات الآلاف من الضحايا ومئات الآلاف في العشرين من آب من العام الماضي اعتقل في منزله من دون السماح له حتى بارتداء ملابسه واقتاضه إلى السجن خمسون عنصرا بلباس مدني افرج عنه بعد شهرين من الاعتقال وذلك بتهمة المس بمعنويات الدولة وتحريد الناس على التظاهر ضد نظام الرئيس بشار الأسد فغادر إثر ذلك سوريا إلى فرنسا وقد انضم إلى الأمانة العامة للمجلس الوطني إلى أن انتخب أخيرا رئيسا ثالثا له الرجل الذي كان ينادي بالسلمية في بدايات الثورة والذي يكتب في أدب الأطفال وشارك في كتابة برنامج الأطفال العربي الشهير افتح يا سمسم لم يعد يجد من السلمية جدوى أول تصريح له بعد انتخابه رئيسا للمجلس الوطني طالب فيه بتسليح المعارضة صحيفة نيويورك تايمز تتحدث عن حال من الإشمئزاز والإحباط تصيب عامة السوريين من أفعال الثور ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن المقاتلين المعارضين في سوريا يخسرون دعم الشعب السوري الذي يزداد لديه الشعور بالإشمئزاز من أفعال بعضهم التي تشمل مهمات سيئة التخطيط ودمارا بلا معنى وسلوكا إجراميا وقتل سجناء بدم بارد وأضافت الصحيفة أن إضعاف ذلك التأييد يقود قدرة المعارضين المقاتلين على القتال والفوز مشيرة إلى أن مواطن ضعف الثوار تزايدت بفعل التغيرات في المعارضة من قوة مدنيين وجنود منشقين حملوا السلاح بعد استخدام الحكومة القوة على المتظاهرين السلميين إلى قوة يتزايد بها عدد الجهاديين المتطرفين ولفتت الصحيفة إلى أن هذا التطرف قسم مؤيدين مقاتلين وجعل الدول الغربية مترددة أكثر في منح الثوار الأسلحة التي قد تساعد على كسر الجمود الحاد في الموقف ونوهت الصحيفة إلى أنه بدلا من ذلك فإن الزعماء الأجانب يحاولون جاهدين العثور على سبل غير مباشرة للمساعدة في إطاحة الرئيس السوري بشار الأسد وأشارت الصحيفة إلى أن العجرفة حاليا والأخطاء تستنزف الحماسة من بعض المؤيدين الرئيسين للمقاتلين موضحة أن عشرات اللقاءات مع السوريين تظهر أن سلسلة الكوارث التي تحدث زادت للشمئزاز والأحباط لدى جميع الأطراف التهم التي أطلقها بعض أهالي الكحال في حق شباب على أنه من عبدة الشيطان عارية من الصحة ولا يتعدى الموضوع حفلاً موسيقياً صاخباً تحقيق للزميلة يمنى فوز موسيقى ترجمة نانسي قنقر بعدما شك عدد من سكان عارية إلى أكثر من وسيلة إعلامية وبينها قناة الجديد مجموعة من الشبان والشابات الذين يترددون إلى أحد المباني المهجورة في المنطقة ويقيمون حفلات موسيقية صاخبة تتضمن بحسب الشاكين تقوساً غريبة اعتبروها تشبه تلك التي يمارسها عبدة الشيطان بحسب قولهم وبعدما نقلت الجديد وجهة نظر الشاكين في تقرير سابق تواصلت مع المشكو منهم الذين شرحوا طبيعة الحفلات التي أقامها موسيقيون ومشاركون في الحفل الموسيقي في مبنى مستشفى قرتباوي ومهنية عارية المهجور إذن القصة بحسب المنظمين لا تتعدى حفلاً عاماً مرخصاً له من بلدية عالي لفرق لبنانية مختلفة تعزف موسيقى المتل والهارد روك نيو تيفي قلعت الريبورتاج في مغلطات حصلت بالريبورتاج في شخص طلع وقال إجا الدرك وقفوا الحفلة حدا دقل الدرك وسألهم أو لحيالنا جهة رسمية أنه في حفلة توقفت بهالمكان وإحنا عملنا الحفلة إجي جيب درك بنص الحفلة فات شاف شو عم بيصير تشيك أب عادة وفعل وبقينا للصباح خلصنا الكونسورت عم بدافع نحنا مش متهمين نحنا في واحد افتر على شخص في ناس افتروا علينا وعندك مجتمع شوي معوض على تقليد شرقية منو معوض على تقليد غربية أوكي ما تخافوا من الفكرة فإنحنا طلعين نقول إنو يا جماعة اللي نحكى كذب وافتراه ونقطع السطر من جهة اللي اللي فسروا عن الشعير اللوغويات اللي بقلب الموقع كمان حطوها بطريقة منا مزبوطة أبدا مثل عنديك في لوجو لأنرجي درينك لمشروب طاقة أخذوا اللوغو من ديله لللوغو وعملوه إنو هيدا الإشارة الجديدة لعبادة الشيطان نقطة الثانية هي شايفوا لوجو اسمه رابت إنو هيدا الشيطان الرسموه موالب شو هو إذا ما زبوطنا تطلع باللوغو هو كاركتر من رسومة حركة بين طومان جيري هيدا النجمة هني مثل ما حالا خطوها إنو رسمت بوقتها النجمة صار لأكثر من ثلاث سنين إذن هو بحسب ما يؤمن الشبان ظلم واقع عليهم لا لشيء إلا لأنهم اختاروا أن يكونوا مختلفين شكلا ومضمونا ومن باب إيمانهم هذا يسألون متى يدرك عباد الله أن ليس كل من أطلق شعره وتطرف في حبه للرقص والموسيقى بات عبدا للشيطان في زيارة مفاجئة اطلع البطرياركو الماروني الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي على مكان اغتيال اللواء سام الحسن في منطقة الأشرفية مؤكدا أن الزيارة تحمل معانية كثيرة وأن أرض لبنان تقدست بدم شهدائها مثل ما نحن نقول عمر نمعلم العمار بدنا نعمر كمان للإنسان الحجر والبشر نحن هوني هلأ بزيارة حج طو قاوية نترحم على الموتى نقاسي عيلهم ونقاسي الجرحة ونقلهم شكرا لكل الشباب والصبايا اللي عم يعاونوا لإعادة البناء وربنا يساعدنا حتى نحمي سوا مسيرتنا بالسلام ورح ننهي هاللقاء هيدا بصلا رح نصر للأبينا والسلام وزير الصحة علي حسن خليل يؤكد عدم تغطية أحد في ملف الأدوية المزورة وأصدر بيانا أكد فيه أن الملف وعلى عكس ما أشيع في الإعلام أحيل على هيئة القضايا في وزارة العدل خلال رعايته المؤتمر الطبية الأول لأطباء الدماغ والجهاز العصبي في المرصد اللبناني لمرض التصلب اللوحي أكد وزير الصحة العامة علي حسن خليل التزامه متابعة ملف الأدوية المزورة حتى النهاية ووفق ما يفرضه القانون وأن لا استثناء لأحد في هذا المجل هذه مسؤولية وأنا أقول أمامكم أن القانون وحده ومصلحة المواطن هم الذين يحكمان عملنا العام ومسؤوليتنا في وزارة الصحة وخارج وزارة الصحة نحن لم نسمع بإعطاء استثناء لأحد في هذا الملف مهما كان قريباً أو بعيداً عندما نظرنا إلى ملف بين أيدينا لم ننظر إلى هوية سياسية عنه لا حزبية ولا سياسية ولا طائفية ولا مناطقية ما نظرنا إليه هو مدى انطباق المسألة على القانون ومدى انطباق المسألة على المصلحة العامة سيبقى القانون وستبقى المصلحة العامة هي من يحكم عملنا وموقفنا في كل آن وتحدث في المؤتمر نقيب الأطباء البروفيسور شرف أبو شرف ورئيس لجنة الصحة في المجلس النيابي عاطب مجللاني والمختص في أمراض الدماغ والجهاز العصبي البروفيسور سلام قوسة مؤكدين أهمية إنشاء مرصد لمرض التصلب اللويحي غير المعروف على صعيد واسع في منطقة العربية لدعم المريض وتطوير الأبحاث وفي القضية نفسها أوضحت رئيسة مصلحة الصيدلة ورئيسة دائرة التفتيش الصيدلي في وزارة الصحة الدكتورة كولاتر عيدي في بيان أنه خلافا لما يجري تداوله لم تجري الموافقة على أي طلبات استرحام لصالح الشركات المتهمة بالتزوير وإذا ظهرت في أيدي أحد معاملات تبين حصول هذا الأمر فهي مزورة بالتأكيد في بعبدة عرض رئيس الجمهورية لعماد ميشيل سليمان مع وزير الخارجية عدنان منصور عمل وزارته بعد ملء الشواغر الديبلوماسية في الخارج والخطوات الآيلة لإنجاز الترتيبات المتعلقة باقتراع لبنانيين غير المقيمين في الانتخابات النيابية المقبلة واستقبل سليمان السيدة باتريسيا لجميل التي دعته إلى قداسي الذكرى السادسة لاستشهاد الوزير الراحل بيار لجميل رأى الوزير فيصل كرامي أن الانتخابات المقبلة ليست على قاعدة أن ننتخب الثامن أو الرابع عشر من أذار بل من ننتخب؟ الإنقاذ أم الإنهيار؟ كلام كرامي جاء خلال رعايته حفل العشاء السنوي للنادي الكرمالي لكرة السلة التابع لمعهد الآباء الكرماليين في طرابلس لقد بدأت الانتخابات وبكل أسف ومرارة أصالحكم بأن السجلات الراهنة وكل المواضيع الخلافية وكل المستجدات غير المألوفة من رفض للحوار ومقاطعة للحكومة وللعمل البرلماني وكل الشحن الطائفي والمذهبي إنما هي مقدمة للمعركة الانتخابية التي ستجري في العام 2013 أعلن النائب خالد الظاهر أنه تلقى تهديداً جديداً بالاغتيال عبر مرافقه ولمزيد من التفاصيل معنا النائب خالد الظاهر مباشرةً عبر الهاتف استيس خالد مساء الخير استيس خالد هل تسمعني يبدو أنه حصل انقطاع في الخطوط الهاتفية بانتظار أن نعاود الاتصال بالنائب خالد الظاهر نتابع سياق النشرة رئيس القوات اللبنانية سامير جعجع يتهم في مقابلة تلفزيونية ما سماه الحلف الإقليمي بالوقوف وراء الاغتيالات إذا بنا نترحى باختصار وبشكل كتير واقعي خان قول المحور الآخر يعني اللي بيبلش من طهران بسوريا بينتهي بفريق 8 أدار بلبنان هو المسؤول الفعلي وهذا ليس اتهام جزافا بعطيك بعملية تغتيال الرئيس رفيق الحريري التحيئات الدولية أفضت إلى أربع متهمين منان من حزب الله أحدهم هو مسؤول عسكري كبير بحزب الله محاورة تغتيال الشيخ بطرس حرب الأثاري اللي وجدت على مسلح الجريمي تعود إلى شخص اسمه محمود حاي من هو محمود حايق؟ أيضا مسؤول في حزب الله وبالتالي الجهة الأخرى عادة عن أنه إذا مناخد عمليات الاغتيال ومحاولات الاغتيال حوالي 25 عملية من 8 سنين إلى هلا كلها سوى طالت قيادات ومسؤولين والصحفيين وشخصيات من 14 دار من يكون مسؤول واضح بالنسبة إلى من هو المسؤول شباب لبنان شاركوا في اليوم الإقليمي للتحرك ضد التغيير المناخي الذي يضم 13 دولة عربية رسالة أو صرخة شبابية ضد التغيير المناخي أطلقها 50 شابا وشابة من مدارس وجمعيات بيئية عدة على رأسها حركة الشباب العربي للمناخ بدعم من منظمة إندي أكت بهدف حث القادة العرب لا سيما الحكومة القطرية التي تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة لتغيير المناخ على التوصل إلى أفضل الحلول للكارثة البيئية التي تجابهها الدول العربية في لبنان وبالبلدان العربية عم نبعث رسالة من الشباب الشباب المهتم بالقضايا بيئية من المواطنين العاديين أنه صار وقت القيادة وصار وقت أنه نلاقي حل لأنقاص كوكب الأرض والبلدان العربية هي الدول الريادية الأولى التي تقدر تقوم بهذا الدول لا تدفش البلدان تانية تعمله وتزامن هذا التحرك الذي أقيم على كورنيشي عنلم ريسي والذي يحمل شعار حان وقت القيادة العرب مع تحركات مشابهة في 13 دولة عربية إذن بالعودة إلى الخبر السابق المتعلق بالنائب خالد الظاهر الذي أعلن أنه تلقى تهديدا جديدا بالاغتيال عبر مرافقه لمزيد من التفاصيل لمعنى مباشرة النائب خالد الظاهر عبر الهاتف مساء الخير أستاذ خالد مساء النور ماذا لو سمحت في تفاصيل هذا التهديد الذي تلقيته اليوم هذا التهديد جديد لأنه سبقه عدة تهديدات واتصالات سابقا بشكل مباشر إلي أو رسائل اللي وصلت الزملائي حيا اليوم الساعة 34 دائعة بيتصل رأم غريب برأم مرافق الرأم الغريب هو حقيقة هاول مرة بنشوفها نوعه واحد واحد اتنين اتنين ثلاثة ثلاثة أربعة أربعة بيقل له لمرافق المتصل بيقل له آآ قال له لمعلمك أنه راح يتنتف تنتيف مثل ما تنتف صاحبه بيقصد طبعا اللواء الشهيد ويسام الحسن وأنت كمان راح تتنتف معه فبيحاول يتصل بيحاول يعني يحكي بب بيسكر الخط المتصل نعم أنا الحياة اتصل باللواء الشهر فيه في إنتات وبالجو بالرأم وبالتوقيت وعاي رأم من الاتصال ونعمل أنه يقدروا من خلال داتا الاتصالات ومن خلال التقنيات يعرفوا مصدر هذا الاتصال الرأم السابق اللي جاء منه الرسائل كان رأم سوري وعلى ترو كولر يعني كان باسم حيدر الأسد حيدر الأسد هذا التهديد السابق منذ متى لنحدد التاريخ تحديدا قبل اغتيال الشهيد اللي وسام الحسن بيوم وبعد اغتياله باليوم زيته بعد حوالي ساعتين من حوالي الساعة سبعة ونص وست ضايق نعم أجاني الرسالة وقتنا بتقول أنه مبروك بدأ العد العكسي واحد من عشرة آها فهذه كانت الرسالة الثانية وبعدها نجتنا رسالة بعد منها كنت بعشرين الشهر أو واحد وعشرين ما بقى ذاكر أنه رح نعلمكم سياسة ناكح بالنفس آها إذن كل هذه الرسائل كانت تأتي من رقم سوري سابقا من الرقم السوري نعم وحسب هذا الرقم حاولنا نعرفه ما طلع له أساس يعني ما فيه له أساس ولكن قلت لي أن الرقم هو 1-1-2-2-3-3-4-4 حسب خبراء الاتصالات أو الأرقام هذا رقم من أين يمكن أن يكون مصدره؟ ما أعرف أنا الحقيقة وحاولنا نشوفها الرقم ما أعطى أنه رقم من أي مكان آها لكن توقيته وحوالي 17 ثاني تقريبا الأتصال دام مع مرافقي وبالساعة 34 داية بعد العصر نعم هل هناك لهجة معينة تحدث بها المتصف؟ أنا حقيقة ما سألته أول مرة رجعت تصلت بالمرافق شلاجد وقال له لهجد سوري آها نعم نعم إذن طبعا هذا تهديد لتخويفنا لإرهابنا اللي شل حركتنا وأنا اليوم كنت على الجديد عندكم الحقيقة نعم قبل الظهر في برنامج الحال نحن يثنينا عن أداء واجبنا والدفاع عن حقنا وعن بلدنا وقول كلمة الحق والبن نتيجي وصولا إلى الاغتيال اللي حصل سابقا في الحقيقة تهديدات طالت فريقنا طالت شخصيات كبيرة وسياسية وأمنية نعم وأعلامية ووطنية طبعا شكرا لك أستاذ الله يسلم البلد ويحفظه وإن شاء الله بيرجعوا لعقل ورشدهم أنه يؤمنوا بهذا البلد ويسلموا مؤسساته الشرعية إسلاحهم حتى يبنى هذا البلد على أسس قوية وأن لا يكون مجال الاختراقات شكرا لك أستاذ خالد الظاهر بالعودة إلى سياق النشر أصدر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي 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 م مجلس النواب نبيه بري في عين التين مطران بيروت للمواري نابولوس مطر موفدا من البطريالك الماروني الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي وتناول الحديث الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة وكان بري قد اتصل بالكاردينال الراعي معزيا بوفاة شقيقه بري استقبل أيضا الموفد الباريزلي للشرق الأوسط سيزار ميلانتون يونيتو في حضور المستشار الإعلامي علي حمدان وعرض معه للتطورات الراهنة على المستويات كافة استقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب مقاطي في الصراع الحكومية وفد من لجنة المتابعة النيابية المنبثقة من الاجتماع الأول للنواب الموارنة في بكركي برئاسة النائب البطريالكي العام المطران بيروت الصياح الذي قال بعد اللقاء إن مسألة عودة المسيحيين إلى الدولة هي أولوياتهم من الأساسية لأن لبنان للجميع ونريد أن يحافظ على مثاله الذي يميزه عن الدول الأخرى مذكرا بما قاله البابا الراحل يحن بولوس السادس عن لبنان إنه أكبر من بلد إنه رسالة ميقاطي استقبل أيضا وزير الاتصالات قول صحناوي مع وفد من شركة بوز وشركاه وأشاد صحناوي باللقاء مكتفيا بالقول قدمنا عرضا شاملا ونظرة مستقبلية لتنظيم قطاع الاتصالات وتطويره وقطاع الانترنت والاتصالات والتكنولوجيا كذلك وذلك ضمن خطة خماسية بحث وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة مع سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان إنجلينا إيخوهرست التي شددت على وجوب أن يتوصل التحقيق في اغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن إلى نتيجة مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يرفض الإفلات من العقاب مطلقا عقدت لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية مؤتمرا صحافيا في مبنى الإدارة المركزية قاعة المؤتمرات شددت فيه على أن نوقوص الخطر دق أبواب الجامعة الناطق باسم اللجنة الدكتور رأف الطراف الذي تل البيان تحدث عن الجهود الذي بذلت لشرح المعاناة وإطلاق الصرخات قائلا سأمنى بعد كل ذلك صياغة الحالة المأسوية سأمنى اللامبالاة الظالمة سأمنى الاستهتار بملفنا وسأمنى الانتظار على ما يبدو لم تعد الحكومة ترى بإنقاذ الجامعة ضرورة وطنية من هنا نطالب الحكومة بضرورة عقد جلسة خاصة لملفات الجامعة اللبنانية يكون إقرار التفرغ من أولوياتها وذلك رأفة بهذه الجامعة التي على مر السنين أثبتت أنها من أهم جامعات العالم والتي كنا وما زلنا نفتخر بها فهل أصبح نجاح هذه المؤسسة الرسمية عفءا عليهم؟ في إطار الحفاظ على الأمن والاستقرار ومكافحة الجرائم المنظمة على أنواعها وبنتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال الشهر المنصرم أوقفت هذه الوحدات نحو ستمائة وعشرة أشخاص من جنسيات مختلفة بعضهم مطلوب للعدالة بموج مذكرات توقيف وبعضهم الآخر لارتكابه جرائم ومخالفات متعددة وقد شملت المضبوطات 76 سيارة و42 دراجة نارية وشاحنة ومركب صيد إضافة إلى كميات من الأسلحة والذخائر والأعتدى العسكرية المتنوعة والمخدرات والمواد المهربة وقد تم تسليمها جميعا مع الموقفين إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم عين النائب العام في الشمال القاضي غسام باسيل وقاضي التحقيق ميشيل ساركيس مكان وقوع الجريمة بحق السوري حسين محمود في عكار واطلعا على التحقيقات الأولية وعينا الجثة في مستشفى حلب الحكومي أفرجت السلطات الكويتية عن الشيخ عبدالله سالم الصباح وهو أحد واثنين من أفراد أسرة آل الصباح الحاكمة أوقفا بسبب تغريدات عدت مسيئة للحكومة بحسب ما أفاد هو شخصيا عبر تويتر اليوم وقال الشيخ عبدالله طلبت منهم تحويل إلى النيابة العامة حتى أبرئ نفسي من الاتهامات المفجعة لكن أصر على توقيعي بتعهد فقط وإخلاء سبيلي وكان الشيخ عبدالله قد أوقف في وقت متأخر الأربعاء فيما أوقف الشيخ نواف مالك الصباح بعد يوم ولم يتضح ما إذا كان قد أفرج عن الشيخ نواف وكتب العضوان الشابان في الأسرة الحاكمة على تويتر تغريدات داعمة للمعارضة الكويتية التي تنظم احتجاجات متكررة ضد تعديل مثير للجدل أقره الأمير على نظام الانتخابات في البلاد وعدت هذه التغريدات مسيئة إلى الحكومة ودولة الكويت كانت تحكم من ثلاث عائلات متفرعة عن آل الصباح وهم الأحمد الصباح والسالم الصباح ومالك الصباح وتحكم البلاد حاليا عائلة الأحمد الصباح بعدما أقصت السالم ومالك الصباح عن المداورة فوقع الشقاق وانعكست خلافاته على الشارع هل يمكن الدول صحب جنسيات أبنائها؟ البحرين صحبت جنسيات معارضين وقالت للمعترضين إلجأوا إلى القضاء تقرير للزميلة فاطمة قاسم الله أكبر الله أكبر يبدو أن الأزمة السياسية في البحرين نزالت بعيدة من الوصول إلى خواتيمها السعيدة خصوصا بعد القرار الذي أصدرته وزارة الداخلية البحرانية أخيرا والقاضي بسحب الجنسية من واحد وثلاثين معارضا وذلك وفقا للتهمة الرسمية التقليدية وهي التسبب بالإضرار بأمن الدولة ليجد عشرات البحرانيين أنفسهم فجأة من دون جنسية علما أن من بين المسحوبة جنسياتهم نائبين وعلماء دين وامرأة واحدة أنت من الأشخاص اللي أسقطت عنهم الجنسية بماذا أضريت أمن البحرين؟ ما هو الجوم؟ هذا ما طالتنا فيه لماذا لا يقدمون إلى محاكمة يثبت أمامهم بالدليل يبرؤون أو يدانون أن مجرد علم يعني مجرد وجود صورة لي أنا شخصيا وأنا أقبل إن جاءت مثلا كانت هذه تكفي لأن تقرر البحرين أن تصحب جنسيتي وأنا المولود فيها أبا حنجة هل ستلجأ إلى القضاء؟ بطبيعة الحال سنلجأ إلى قضاء دولي أنا شخصيا لا أعترف بأن في البحرين قضاء مستقل مثل هذا القرار هو قرار خطير وفي ذاته هو قرار باطل وقرار محظور دوليا هذا القرار سوف يفتح على الأزمة البحرينية من الناحية السياسية والحقوقية أوضاع قد حتى الحكومة البحرينية ليست في وارد الاستعدال إليها هناك رسالة أرسلت عاجلة إلى بانكيمون لإطلاعه على هذا القرار والانتهاك وبالتالي طالبناه بمخاطبة الحكومة البحرينية بالتوقف عن هذا القرار سوف نتواصل مع سفارات الدول الخمس في مجلس الأمن لا بد أن يكون هناك محاكمة عادلة وحكم قضاء صادر هذا الأمر لم يصدر يضاف إلى أن القرار يجب أن يكون صادر عن عظمة الملك بناء على القانون القانون صدر فقط من وزارة الداخلية ومع أن المادة الخامسة عشرة من الأعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أنه لا يجوز حرمان شخص جنسيته تعصفاً أو إنكار حقه في تغييرها فإن وزارة الداخلية البحرينية استندت في قرارها إلى المادة العاشرة من قانون الجنسية المعارضة وقعت في لبس لما نشر في أحد الصحف أحد الصحف تعمدت أن تنشر بأن وزارة الداخلية تسطط جنسية 31 شخص إنما الصحف الأخرى نشرت وزارة الداخلية تعلن عن إسقاط جنسية 31 شخص هي الجهة التنفيذية هي وزارة الداخلية هذا القرار أثار استياء عالمياً واسعاً حتى من قبل الخارجية الأمريكية فيما وصفته منظمة العفو الدولية وهيومين رايتس ووتش بالقرار الذي تقشعر له الأبدان أعلن حاكم أقليم سارت التركي أن 17 جندياً قطروا اليوم إثر تحطم مروحية كانت تقلهم في جنوب شرقي البلاد بسبب سوء الأحوال الجوية وقد تحطمت الطائرة فوق جبال هيريكيول في منطقة بيراواي بإقليم سارت وذكرت المعلومات أن القتلى هم ضباط وضباط صف وجنود من قوات الحرس الخاصة ولم ينجوا أحد منهم كان في النشرة صبر متسلماً الوطني من سيدة إن وحدة المعارضة شيء مركزي لدينا الراعي من الأشرفية نحن هون هلأ بزيارة حج طو قاوية نترحم على الموتى نقاسي عيلهم ونقاسي الجرحة لا غطاء على أحد في ملف الدواء أن القانون وحده ومصلحة المواطن هم الذين هم الذين يحكمان عملنا العام أسقطوا عنهم جنسيتهم هو قرار خطير وفي ذاته هو قرار باطل وكان في النشرة أيضاً إشمئزاز من أفعال الثوار كان هذا كل شيء حتى الساعة الموعد المقبل عند الحادية عشرة والنصف من هذه الليلة فإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر